مرسي كولر موديل فني للنادي الاهلي استفسر من الجهاز الطبي عن موقف أليو ديانج الجهاز الطبي قال لمرسي كولر ان أليو ديانج لو هو محتاجه في المباراة فهو جاهز لكن كولر تحدث مع الجهاز المعاون وبيفكر انه يريح ديانج في مباراة مازين بنظر لصعوبة اللقاء وانه لسه راجع من الاصابة ده بالنسبة لأليو ديانج هو جهاز طبية بس هو مش عايز يخاطر بيه في مباراة مازين بي نفس الامر بالنسبة لمروان عطية كولر بيميل انه ما يغامرش بيه في مباراة مازين بي وكولر طلب من الجهاز الطبي بجانب مروان عطية تأدير عن كل المصابين في الفريق محمد شناوي إمام عشور حسين الشحات ياسر إبراهيم عشان يعرف الوضع بالنسبة لهم ايه الفترة اللي جاية مرسي كولر عنده ميزة عظيمة جدا انه ما بياخدش ريسك مخاطرة مع اي لعب حتى لو لعب مهم نادرا لما شوف مدارب اجناب بيفكر بالطريقة دي في مداربين كتير يقولك جاهز يعمل لك كده جاهز يعني يمشي ينفع يلعب فالجهاز الطبي يقوله ممكن فيقولك طب يا الله ينزل يلعب مرسي كولر لا لازم يبقى متأكد مية في المية ان اللعيب سليم ويقدر يشارك في المباريات طيب ديونات